اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مسارات التنمية تسير بوترة متصاعدة بفضل عزيمة ابناء البحرين وبتعاون الجميع بروح الفريق الواحد لبلوغ الغايات وتحقيق الاهداف منوها سموه بالاهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق ما يطمح إليه ابناء الوطن مشيرا إلى أن مملكة البحرين مستمر في تعزيز نهجها الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث نوه سموه بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يواصل تطوره لما فيه صالح الوطن ومواطنيه معربا سموه عن الاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة لأعضاء السلطة التشريعية ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن الدعم لخطط الحكومة وبرامجها التنموية متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن ومواطنيه وأن يكون دور العنقاد القادم استكمالا لفصول الإنجاز بإسهامات السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكد سموه أن الحكومة وبعزم كوادرها الوطنية المخلصة من فريق البحرين وما يؤالون بذله من جهود حثيثة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات من خلال العمل على تعزيز كافة مساعي التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026 بأعلى معايير الجودة والكفاءة والإتقان لمواصلة المسيرة التنموية المباركة مشيرا سموه إلى أن التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الجانب مستمر لتحقيق الأهداف المشهودة وقال سموه إن تطلعنا الدائم وثقتنا الراسخة بأن الطموح الوطني للمزيد من التقدم والتطور لا حد له وأن مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن الملتقى الجامع لكافة الجهود الوطنية المخلصة من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام دائم بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدين على مواصلة العمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع ترجمة نانسي قنقر